اشتركوا في القناة ويقربنا من ان احنا نكمل مشوار الخسارة تبعدنا بشكل كبير جدا عن المنافسة على لقب البطولة واللي زود من صعوبة الموقف هو خسارة غانة مبارح اللي اصبحت جريحة ورصدها من النقاط صفر وبالتالي هتخش مباراة مصر على انها مباراة حياء وموت اسأل اي حد اي حد قبل بداية البطولة مين اللي هيتأهل عن المجموعة دي هيقولك مصر هو غانة وهو مغمط لكن النهاردة كل الحسابات اطلق بطت وكل الحظوظ والفرص اصبحت قائمة للفرق كلها قبل ما نروح لغانة يوم الخميس اعتقد فيه حاجات كتير جدا لابد من اعادة النظر فيها ونبدأ بتقييم الاداء والمنتخب والمستوى والطريقة والاختيارات اللي قرر فيتوريا نيران عليها في مباراة موزنبيق بس قبل كل ده ارحب بضيفي اشرف ممضوح بيشرفني النهاردة في سادسها بنسعد بي كنا يعني احنا كنا متوقعينها احتفالية بانطلاقة قوية المنتخب مصر النهاردة اشرف فسامحنا بقى ما كناش عاملين حساب للمفاجئات لا عموما انا دايما بسعيد معاك واحنا الحياة دايما بنلتقي في احداث مهمة ومصر في امم افريقيا الحياة تاريخ كبير جدا جدا وانجازات كبيرة جدا لكن التاريخ والانجازات او التاريخ فقط لا يشفع لأي منتخب النهاردة في افريقيا انك تقول انه يقدر انه يحصد البطولة او يكون على منصات التتويق نهاردة في فرق فجأتنا كتير جدا طبعا نهاردة لك المنتخب مصر لكن ده نتيجة عوامل يعني اتكلمنا انه التركيز مهم جدا عدم الاستهطار بالفرق وده كان عامل مهم جدا وعامل رئيسي جدا السقة الزائدة دايما بتتقلب للضد انا مفيش حاجة انت شايف انه الثقة زايدة هي السبب في تعادل برها نتيجة قدت الى استهطار شديد جدا 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 في المباراة وعدم القدر على العودة للتركيز مرة تانية من اللاعبين ومن المدير الفني ودي حاجة كانت جديدة علي لمنتخب مصر خاصة ان شوفنا منتخب مصر قبل كده في امم افريقيا 21-19 قدر انه يرجع في مبارات كتيرة جدا اثناء المباراة ومش بعد كل مباراة لا اثناء المباراة بيقدر يرجع بحماس وروح قتالية عالية جدا قدر انه يرجع مرة تانية في مبارات كتيرة وقدر يقلب التول على كل الفرق اللي كانت متفوقة علينا فنيا وبدنيا وحتى اثناء اللقاء على مستوى النتيجة لكن مبارح الحقيقة ودي ودي يعني دي اللي مخوفاني وقلاني انك النهاردة منتخب مصر ما قدرش يرجع بقوة لتركيزه والاداءه احنا عندينا مجموعة كبيرة جدا من اللعبين يحمد قوية وما حدش يمكن ان منتخب مصر النهاردة في مجموعة كبيرة من اللعبين لا يستهام بيها على مستوى افريقيا بشكل عام خاصة في الخط الهجومي وخط الوسط حتى على مستوى خط الدفاع لكن طبعا الشنوي وحراس المرمى الموجدين لكن عدم القدرة على العودة مرة تانية اسلام المباراة هو ده اللي يقلقك طبعا في عامل تانية احنا مش بنتكلم على تعادل مخطوف صحيح احنا نكلم على تعادل مستحق واذا كنت بتتكلم على ورع وقلم موزنبيق كان الطرف الأفضل على مستوى الأداء وعلى مستوى التحضير وعلى مستوى قرية مدربه لمنتخب مصر ادارة المباراة والتعامل مع خد بالك انه يعني دايما لما يبقى منتخب اسمه صغير شوي او مش من المنتخبات المرشحة او منتخب اللي ما عندوش لعيبة كتير على مستوى او فورمة عالية بيلعب مع منتخب كبير فكونوا يستقبل هدف في أول دقيقتين من عمر المباراة ده ضغط نفسي وإحباط شديد جدا عليه والسيناريو بالنسبة له بقى في منتخب صعوبة فكونوا يقدر يرجع ويبقى اكتر من ند ويسجل هدف تعادل وهدف تقدم بل انه ما يتراجعش كمان ويبقى في اكتر من كورة ليه فرص خطيرة على مرمى الشيناوي الفني الحقيقة ليه كل الاحترام لانه قدر انه يدير المباراة بشكل رائع جدا امام منتخب مصر واحترم منتخب مصر بشكل كبير جدا وواضح انه درس منتخب مصر بثقة كبيرة جدا جدا في لعيبته لان عودة خلي بالك ادارة المباراة دايما فيه سينوريهات بتقسم المباراة لأكتر من سينوريهات ويتكلم فيها لهايت كوتش مع لعيبته قبل المطش طبعا بدايتنا بقى يعني خليني قبل ما اروح للامور الفنية اكلمك بس عن العوامل يعني لو اكلمنا عن بعض العوامل انك مثلا كاتحاد كورة او كمشرف عام على منتخب مصر كان مفترض انك تروح بدري شوية علشان تدرس الاجواء هناك واضح جدا ان درجة الحرارة عالية جدا يا حمال واضح جدا ان درجة الرطوبة عالية جدا حتى على الجاليسين عادية كتلبودراء شوفنا اكتر من فريق اربع خمس فرق لعب رغوات النهاردة بيعانوا بشكل كبير جدا من درجة الحرارة ومن الرطوبة وده كان وضح حتى فيه وفيتوريا لما كان مسك الفوتوة كان من الحر ولا من احداث المباراة طبعا سخورة الجواء لاجن الحر طبعا احداث سيناريو المباراة كان صعب جدا لا يعني بتوصل اتنين وتلاتين وتلاتة وتلاتين وكمان درجة الرطوبة عالية جدا وبالتالي وقال يو سي سي موديل فني المنتخب سنغال كان بيطالب واحد من تصريحاته يعني اتحاد الافريقاء المسؤولين على البطولة انه راجعوا نفسكم وحساباتكم في معيد المطشاط لانه الدنيا صعب جدا صحيح ودول السنغال يعني 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 عايشين في الاجواء دي اجواء دي بنسبالهم عادية وده يرجعنا انه كان لازم منتخبنا يروح بدري شوي يعني رسحيحوا وراح اربع او خمس ايام بدري لكن المنا انك تروح اسبوع وعشر ايام شان تقدر لعبتنا تتعود على الاجواء وخصوصا انه المعسكر بتاعك بدأ من يوم ثلاثة يعني كان عندك فرصة كبيرة جدا جدا ومش ادر اقول انه يعني يعني اتحاد الكرة والمشرف العام على منتخب مصر حزم ام واحد من النجوم واساطير كرة خدم في مصر ولعب كتير جدا في افريقيا وبالتالي يعني المعلومات دي اعتقدناها حضرة عنده المفترض ممكن برضو في الحسابات قال لك اصحنا اول المشوار موزنبيق والبداية الفعالية للمنتخب هتبقى قدام غانا دي رجعنا ان انت بتستعدش بشكل جيد منتخب المغرب راح قبل البطولة ب8 او 9 ايام وبالتالي يعني الناس بتفكر بشكل جيد انه ازاي جاهز لعبته لبداية البطولة من منتخب موزنبيق على مستوى التاريخ زي ما قلت يا احمد او تاريخ بعيد جدا جدا حتى الخمس منجهات اللي واجهناهم الفوس في كل المباريات ما احرزوش فينا هدف على مصر افريقيا وتصفات كاس عالم فبالتالي يعني الصدمة كانت كبيرة جدا لكن انا اعتقد ان البداية كأنك تاخد العلقة بدري شوية او تاخد التشوك ده بدري شوية يعني مهم جدا جدا عشان تقدر تفوق عندنا مجموعة كبيرة جدا من اللعبتنا مميزة جدا عندنا منتخب قوي وده ما فيش حد يقدر ينكر ده بس معلش يعني على مستوى الحماس ومستوى خلينا نتفق واحنا من اول كلام كده عشان يبقى من الاخر الفرصة مازالت قائمة والاهم منها خائمة انها بادينا يعني انت مش مستني او تعتمد على نتاج الاخرين عشان تحسم انك تكمل مشوارك في البطول لكن ده ما يمنعش انه في حاجات كتير جدا امبارا حياشرف كان عليها علامة استفهام افهم كويس قوي انه ممكن يبقى فيه سوق اختيار او يعني لعيبة مش هاول سوق اختيار لانه كل اللعيبة الحقيقة انا راهنت يعني انا كان واحد من اسئلتي انه الجيل ده النسخة دي كود ديفور 23 هي البطولة هي بطولة 23 يعني حتى وهي بتتلعب في 24 انه الجيل ده هو اقرب جيل واحنا رايحين حاسين انه قريب شوية من جيل السلسية يعني امكانيات على اعلى مستوى في كذا جيل عندك القوة وعندك السرعة وعندك المهارة وعندك الخبرة عندك وفرة في كل الخطوط حتى على مستوى المدير الفني وطريقة اللعبة حقيقة ونتيجه معاه كانت مبشرة جد لكن اقبدا يبقى فيه دي اوف مثلا للاعب اثنين ثلاثة لكن مع كامل الاحترام امبرح لعيبة كتيرة جدا كتير جدا بنتكلم في 80-90% من كانت بعيدة عن المستوى وده شيء يقلق لانه عدم الجاهزية وعدم الاستعداد بشكل جيد واللي إليني اكتر زي ما قلت لك احمد عدم القدرة على العودة أثناء المباراة لان تعودنا من لعبتنا يعني انا فكر مع ميستر كيروش او حتى مع ميستر كوبر كانت من اهم مميزاتنا واللي وصلتنا لفاينال افريقيا هي انك بتقدر ترجع مرة تانية أثناء المباراة وبتقدر يعني الروح القتالية والحماس الشديد جدا جدا ساعدونا بنسبة 70-80% انك توصل لفاينال افريقيا النهاردة مجموعة اللاعبين الموجودين متوفر فيهم زي ما قلت احمد كل الامكانيات امكانيات فنية وبدنية وزهنية على مستوى الحماس واستعداد وعلى مستوى الدعم الاعلامي والجماهيري وحتى زيارة سات الرئيس للمنتخب ومعاوزير الشعوب الرياضة يعني فيه دعم جماهيري ومن الدولة كمان كبير جدا جدا وامال كبيرة جدا لمنتخب مصر مع هذه المجموعة من اللاعبين اللي بتتوفر فيهم كل الامكانات وبالتالي مفيش حجة يعني فيش مبرر مدير فني قوي كلنا مجتمعين انه مدير فني عنده امكانيات كبيرة جدا جدا تغير شكل اداء منتخب مصر على الاقل على المستوى الهجومي بشكل كبير جدا ومستوى النتائي مجموعة من اللاعبين ست سبع لعبين نهاردة فيه الاحتراف بشكل كبير جدا فيه دوريات كبيرة جدا جدا عندنا واحد من اهم اللاعبين فيه دورياته الاوروبية والعالمية النهاردة محمد صلاح ترسيجي ومرموش وحجازي اسماء كبيرة موجودة في المنتخب مصر حتى على مستوى اللاعبين المحليين من قدرش نتكلم ابدا ابدا ان مجموعة اللاعبين الموجودين المحليين النهاردة تقدر تقلل منهم او تقول انهم اقل من اي حد في افريقيا لكن طبعا المنتخبات الكبيرة ومنتخبات اللي لها تاريخ كبير جدا وعندها استعداد كبير جدا انها تتوصل للفينال افريقيا او عندها طموح تتوصل لمنتخب افريقيا لازم يكون الاستعداد غير ده غير الشكل اللي شوفناه مبارح لمنتخب مصر الطريقة والاسماء والاختيارات بتاعت فيتوريا كانت بالنسبة لك علامة استفهام يعني انا كنت حاسس مبارح انه فيتوريا غير كتير من طريقته ومن اسلوبه في الملعب واعتمد على الاسماء اكتر ما اعتمد على المستوى والاداء مبارح في اختياره للتشكيلة حاسيت ان الفرقة عندي تعليق كبير جدا على التشكيل لانه يعني تقسيم المباريات او انك ازاي هتوصل لصدارة هذه المجموعة لان المفترض انك بتدرس قبل البطولة انا دور المجموعات عندي غانا عندي كاب فيردي عندي موزنبيق المفترض ان في مستويات مختلفة للفرق دي ازاي هتخطى ده علشان اوصل لفاينال او لصدارة المجموعة مبدئيا انه نمشي دايما خطوة خطوة لكن على الاقل انت بتدرس ازاي توصل لصدارة المجموعة عشان في دور الستاشر تواجه توالت المجميع عشان يبقى طريقك اسهل بعد كده وبالتالي اعتقد انه بشكل كبير ميستر فيتوريا هو منتخب مصر كان ناوي قبل البطولة انه يوصل الى صدارة هذه المجموعة وبالتالي لازم يكون عندك قبل بداية مباراة موزنبيق وهي الاسهل في هذه المجموعة خط هجومي ناري بداية هجومية قوية جدا جدا تقتل المباراة مبادر جدا جدا عشان تقدر تخلص على فريق موزنبيق بشكل اسرع وبشكل كبير وتبتدي حتى لو عايز تريح لعيبتك في هذه الاجواء والجو الصعب جدا لنكلم عنه يكون عندك فرصة ليراحتهم لكن التشكيل اللي لعبيه الحقيقة شايفه تشكيل بعيد جدا يعني لو كلمتني مثلا بداية من الشناوي طبعا محمد هاني أنا كنت شايف ان عمر كمال لانه عنده نزع هجومية كبير جدا محمد هاني واحد من الاسماء المهمة والاساسية في المنتخب مصر لكن ممكن يبقى مفيد أكثر في مطشو زي غانا طبعا يعني تران على هاني في مطشو زي غانا بشكل كبير طبعا عمر كمال كبداية في مباراة موزنبيق كنا بنراهن أنه حيكون كويس وأفضل من كده لكن الحقيقة يعني كان التركيز بعيد جدا جدا من حاجة زي طيب خليني قف معك مع الاختيارات ومع الاسماء وكمان عندي مشكلة مش بس في الاختيارات لأنه احنا متفين أنه طريقة اللعبة طريقة اللعبة كلهم الحقيقة مماز جدا لكن فكرة أنك انت توظف كمان اختيارة الانساب وتغير في طريقة لعبك اللي المنتخب ظهر عليها أنكت الاسماء اللي بتلعب بيها أو اللي بتختارها في كل المطشاط اللي فاتت تلعب في الشكل ده وبالتالي زهر المنتخب وكأنه حيران صحيح مشتت مش عارف إيه المطلوب منه في حال التواهين يعني حتى اللعبة اللي مستوياتها ممازة ما كانتش بتقدي في أحسن كأحسن ما يكون خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا في السادسة مع الكابتن أشرف ممدون أنا عايز أبدأ معكم ومع كابتن أشرف بنقطة في منتهى الأهمية لأنه القصة مش بس أنه احنا كنا وحشين أو حتى أنه موزنبيق كانوا كويسين لكن القصة كمان مرتبطة بشكل كبير بقدرتك على تحليل وإراية المنافس اللي أنت هتقود معاه المواجهة ده شغل بيدخل فيه تفاصيل وتحضيرات كبيرة جدا ويمكن أنا جايب لكم مش على قصة أنه احنا انفرضنا أو أنه احنا استضفنا محلل أداء كاب فردي قبل البطولة بكذا يوم عشان نكلمه بما أنهم معنا في المجموعة استضفنا المحللين أداء من غانا ومن أعتقد كان لقاء برضو مع حد من موزنبيق ومحلل أداء منتخب كاب فردي أشرف كان نضيف علينا وسألناه عن حظوظ المنتخب المنتخب الرأس الأخضر في البطولة بما أنه بشارك مع منتخبين كبار زي مصر وغانا شايفت زي مواجهاته في البطولة دي فالراجل حقيقة فاجئني على الهوى وحتى تصريحاته دي كانت مثار نقاش بيني وبين الزملاء في السادسة بعد الحلقة ما خلصت أنه راجل بيقول لي هنبدأ مشوارنا مع غانا ودي بالنسبة لنا أسهل مباراة وبالنسبة لنا كمان في رايتنا وحساباتنا موزنبيق بالنسبة لنا أصعب مباراة تعال نفتكر كده ونفكر الناس بجزء من اللقاء معي أنا فاجئني ده لأنه الدراسة وده اللي بنقوله دايما الدراسة والعلم في كرة القدم أصبحت حاجة مهمة جدا تعالوا نشوف برونو رايس قالنا إيه قبل بداية انطلاقة بطولة أمم أفريقيا ده محل الأداء منتخب الرأس الأخدر اللي هننعب معا إن شاء الله يوم 22 واللي تفوق مبارح وصعب وعقد بشكل كبير من حسابات المجموعة بعد ما كسب غانا بعد ما كسب غانا اتنين واحد تعالوا نشوف قال إيه طب لو طلبت منك ترتب لي الثلاث مواجهات بداية من الأصعب يعني أصعب مواجهة بالنسبة لكم مواجهة مصر ولا غانا ولا موزنبيق والمواجهة اللي بتاليها في الصعوبة ثم المواجهة الأسهل من وجهة نظرك إن من الممكن أن أقول أن مباراة موزنبيق ستكون الأصعب لبنك لأن إذا نظرت إلى نتائجنا ستجد مدخب الرأس الأخضر قد عانى كثيرا أمام موزنبيق يجب علينا أن نعمل كثيرا على سد هذا الخلل كما الحال حينما خسرنا أمام إيه سواتيني وجزر القمر فبالتالي نحن نلعب أفضل أمام الفريق الأفضل مننا لذلك من رأيي ربما يكون مختلفا ولكن مباراة موزنبيق ستكون صعبة الأسهل لا أعرف لا أستطيع أن أقول ذلك ربما تكون غانا لأن لأن الدوافع ستكون عالية جدا الجميع يريد أن يلعب وقتها الجميع يريد أن يهدف فبالتالي أول مباراة ستكون مليئة بالطموح مليئة بالأهداف فهذا هو تفكيري الخاص به طبعاً لما تسمع الكلام ده قبل البطولة تقول أنه كلام اللي بتقال ده يعني أي كلام يعني يعني محدش ممكن يقول أنه مواجهته مع غانا منتخب الرئيس الأقدر طبعاً إحنا أشدنا به وحللناه وقلنا أنه فيه عدد كبير جداً من لعبين المولودين في أوروبا وليه تأسسه كروياً في مدارس أوروبية وفي ولاية المتحدة الأمريكية وبالتالي عنده 14 لعيب يمثلوا قوام أساسي المنتخب محترم لكن برضو في النهاية لما تيجي تكلم في مواجهة غانا وتقول عليه اللقاء الأسهل بالنسبة لك في المجموعة بالنسبة لي ده شيء ممكن ما تستقبلوش بسهولة وأعتقد أنه فيه كتير هتفق معاه في رأي ده لكن واضح أنه الناس مذاكرة ومحضرة وعارفة واللي أكد على ده مش بس نتجتهم مع غانا مبارح لكن كمان المستوى اللي ظهر بيه من الزنبيق وده منتخب مصر صحيح يعني الدراسة والعلمي زي ما قلت لك أحمد مهمة جدا في كرة القدم دلوقتي ما فيش حد بيشتغل بدليل أن كل مدربين العالم وكل فرق العالم القوي النهاردة ومنتخبات أفريقيا وأوروبا وأسيا كلهم عندهم محللين أداية وعندهم الناس بتدرس كرة القدم كعلم وده بيدي لك مساحة كبيرة جدا جدا من الرؤية مساحة لدراسة نفسك والمنافس بشكل كبير وده بيدي لك مساحة كبيرة جدا لأنك تقدر توصل لأبعض نقطة في بطولة أو في سواء محلية أو قرية أو عالمية طبعا كلامه كان مفاجأة بالنسبة لي جدا خاصة أنه يتحقق في أول مباراة واضح أنه هم درسين بشكل جيد محضرين لعبتكم بشكل جيد طبعا التموح خلي بالك النقطة اللي تكلم فيها من أهمها هي طموح الدوافع الدوافع عند كاب فيردي لعبتهم عندهم دوافع كبيرة جدا جدا أنهم ما يوصلوا لأبعض نقطة متحمسين جدا جدا كأول مباراة أمام غانا وده كانت مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لي أنت فارجت على المباراة مباراة فجأت بمستواهم وأداءهم الحماسي أكتر منه كمان فيه شكل جماعي صحيح وفيه طريقة للعب وفيه بعض العناصر الجيدة في كاب فيردي لكن مش المستوى الكبير مش الطوب لافل يعني لكن الحماس كمان أنت تقوله أن تطبق كمان على مزامبيك طبعا طبعا لكن الحماس والغيرة على على التيشرت اللي لابسه والروح القتالية اللي على بتفرق بتدي يعني فروق كبيرة جدا جدا بين لعب مهما كانت إمكانياته وبين لعب آخر إمكانياته أقل إحنا شخصيهم لجأنا لدفع حاجات كتيرة جد طبعا يعني فيه مطشط كتير في تاريخ الكرة المصرية اللي عامنا فيها منتخبات إيطاليا مثلا في البرازيل إيطاليا يعني الجيل ده وصل اتنين نهائي أم أفريقيا صحيح مرة قدام الكاميرا مرة قدام سرغال كانت الغيرة والدوافع والروح اللي أنت بتتكلم عليها طبعا هي العامل الأساسي عامل الأساسي بلا نقاش التفاف جمهير منتخب مصر كلها على منتخب مصر في 2019 2021 نتيجة إحساسهم بغيرة لعبتنا وحمسهم وروحهم القتالية اللي كانت موجودة في البطولتين دول وده الحقيقة كان وصل لهم بشكل كبير وكان كل المباراة بتفرق معهم أكتر وأكتر عشان كده وصلنا الفينال البطولة وكان ممكن تصل أنك تاخد البطولة بسهولة امبارح احنا افتقدنا العامل ده وهو من أهم العوامل الهدف المبكر ساهم في ده ساهم بالنسبة كبيرة جدا رايحنا او استسهلنا انا سمعك قبل ما ادخل معك على الهواء واكيد كلنا سمعنا وشوفنا كل إعلامنا وكل نقادنا ومحللنا ازاي يتكلموا على سهولة المباراة ده بينعكس بالتأكيد على لعابتنا احساسهم منهم أفضل وانك المباراة سهلة وانك مهما كانت احمد امكانياتك وقدراتك فنية وبدنية وزهنية وتاريخيا لكن الملعب دايما هو الفصل ما فيش حاجة اسمها انا افضل على مستوى التاريخ انا افضل فنان وبدنان وانا عندي محمد صلاح وتريزيجي فيش كلام ده الملعب هو اللي بيدوي بالفواري وبالتالي شفت قدي امكانيات موزنبيق رغم الامكانيات الضعيفة لموزنبيق وانا لسه مصر ان موزنبيق فريق بعيد جدا جدا عن التصنيف وبعيد عن كل المنتخبات الكبيرة وبعيد عن مستوى متخب مصر لكن الدوافع والطموح لدى موزنبيق كانت افضل مباراة بدنيا وما كانوا افضل بشكل كبير جدا كابفيردي نفس الكلام يعني لو اتكلمت على كابفيردي وكلمت على موزنبيق هتلاقي نفس المستوى اعتقد كمان غينيا بيساو امام غينيا بيساو او غينيا استوائية امام نيجيريا غينيا بيساو تصلت قدام كوردي فوار غينيا الاستوائية ممتخب محترم جدا غينيا استوائية طبعا طبعا لكن برضو طبعا الفواري كبيرة جدا نحن سنتكلم ان انت في الفواصل نيجيريا يعني اسماء مرعبة اسماء تخض بدليل انهم الأفضل يعني مستوى النواحة التسوقية او الاسماء ثم طول عمرهم كده اه روام هي نيجيريا بصراحة حاجة مخايرة حاجة غريبة جدا مش بس متحيرني على مستوى ام افريقيا لكن متحيرني كمان يعني دايما المنتخب نيجيريا ما بيطلع كاس عالم بتبقى امل القارة كلها في نيجيريا بالذات كبيرة يعني بتحس انه ومنتخب نيجيريا يقدر يكسب المنتخبات كبيرة جدا ويروح لبيد بيطلع كاس العالم امكانيات لعبتهم كبيرة جدا وشوفنا على مستوى تاريخ نيجيريا في كاس العالم او فهم افريقيا لعبين يعني فرقين جدا جدا على مستوى الفني والبدني والزهني لكن زي انا بقولك دايما الدوافع بتفرق يعني كنا بتكلم ان النيجيريا ممكن يكون غيرتهم اكتر على الاندية من منتخب بلدهم ودي بتفرق كتير في اداءهم في البطولات زي بطولة افريقيا طبعا امبارح كان في حالة تحس كأنه اللي عيبة بتلعب مع بعض اول مرة يعني الانسجام كانت واحدة من الحاجات اللي واضحة للمشاهد العادي مش محتاج يبقى خبير او محلل يعني عشان يشوف انه في حالة ربكة في حالة دربكة في لغبطة كان مسؤول عنها بشكل كبير جدا الجهاز الفني اما في عدم اختيار العناصر المناسبة اللي عايز من خلالها يطبق فكره او انه اختار العناصر المناسبة بس ما وصل لهمش المهام المطلوبة منهم بشكل واضح صحيح خليني ارجع معك للتشكيل خليني نكلم في التشكيل وده هي ودينا لطريقة اداء منتخب مصر او طريقة لعب امبارح واللي انا شايف ان كان فيها اخطاء كتيرة جدا مع حالة التوهان الكبيرة وعدم التركيز الكبير جدا وعدم وجود الدوافع وعدم القدرة على الرجوع مرة تانية كل دي اسباب وعوامل ودرجة الحرارة ولكن كل دي عوامل كتيرة ممكن تؤدي للنتيجة بتاعة امبارح لكن خليني نتكلم في التشكيل مبدئيا زي ما قلتلك عمر كمال كان لازم يكون مكان محمد هيني عب منعب وحجازي مش حقدر اقول ان حجازي يعني كان بعيد عن التشكيل لان حجازي كان واحد من الاسماء المهم انها تبقى متواجدة طبعا معوجود ياسر ابراهيم اختلف معك في الحتة دي يعني انسا كان ليه ان انا اقول رأي ما بحبش اقول رأي بس يعني انا قلت الكلام ده قبل البطولة ما تبدأ حجازي لعيب كبير جدا جدا واحد من افضل المدافعين اللي جون في تاريخ الكرة المصرية ده اللي يقال لأبدا من امكانياته بس حجازي جاي من بعيد وصعب انك انت تخش بطولة افريقيا تراهن عليه من الاول خصوصا ان المشوار المفروض يعني انك بتراهن على مشوار طويل فمفروض حجازي ييجي بالتدريج لغاية لما تتطمن انه جاب فورماتو قبل البطولة شعايز تشايله الفاتورة بتاعت المبارح يعني انا شايف انه ياسر كان ميستحق طبعا ياسر يعني بيشارك بشكل اساسي الفترات اللي فاتت ومستوى رائع جدا جدا وفي جيم انت مش هتبقى مضغوط في دفاعية يعني وفيه كمان يعني انسجام ما بينه وبين منعم ولو هتلاعب محمد هيني يبقى فيه سلاسي في خط الدفاع مع الشرنوي يعني بتلعب بأربعة في خط الدفاع يعني فيه انسجام بشكل كبير لكن حجازي قبل البطولة لعب ببرات كتيرة في الدور السعودي ولعب في بطولة اسيا وكان معه منتخب مصر ولكن كان جيد كان مميز يعني مش حجازي وكمان بيعتمد عليه بشكل كبير في التغطية خلف المدفعين الكرات العالية ان حجازي اطول لعب تقريبا في منتخب مصر هم الاتنين دول تحديدا هم اللي جي منهم الهدفين يعني الحتة سواء الكرات العرضية او التغطية خلف الاتنين دول اللي كان فيهم يعني عدم تركيز كامل يعني شوفوا النقطاتين اللي بيكلم في ان هم مميزات عند حجازي تقريبا هم الخطائين اللي تسجل منهم فيه هدفين لا خلاف طبعا حجازي بس لا بنشيلش الناس حجازي ما حسبش على الفاتورة الوحدة يعني يعني منكلم عن محمد حمدي محمد حمدي واحد من اللعبين المهمين جدا في منتخب مصر لكن زي هيني منكلم على انه عنده يعني اهتمامات دفعية كبيرة جدا او قدرات دفعية اكتر من النواحة الهجومية عشان كده كنت شايف ان فاتوح يكون افضل موجود في الناحية الشمال في وسط الملعب كان عندي يعني رؤية انك لازم تضغط على منتخب مزنبيخ بادري جدا لازم يكون عندك خمس ست لعبين في ناحة الهجومية خاصة ان شفت الاستسلام الكبير جدا جدا ان احمد لمنتخب مزنبيخ في الشرط الاول تقريبا ما كانوش بيطلعوا الا بالهجمات المرتدة تقريبا مافيش هجمة منظمة لمنتخب مزنبيخ في الشرط الاول على الاطلاق باستثناء كرة او اتنين كانت هجمات مرتدة وبالتالي كان فيه استسلام واهتمام كبير جدا من المدرب وقناعات كبيرة جدا منه انه لازم يدافع امام منتخب مصر المرعب بالنسبة لهم وده احترام شديد جدا جدا من المدرب منتخب مزنبيخ كان لازم تستغله انك تضغط عليه بشكل كبير جدا كنت شايف ان مروان عطية كنت شايف ان امام عشور وكنت شايف تريزيجي انت شايف التشكيل في وسط الملعب يعني بتلعب بمروان عطية تحت امام عشور وتريزيجي وكنت شايف محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد كان يابع عندك قدرة هجومية او قدرات هجومية كبيرة جدا خلي بالك امام عشور بيقدر يعني يقوم بالدورين مهم جدا بنسبة كبيرة جدا الدور الهجومي والدور الدفاعي مع مروان عطية تريزيجي كمان واحد من الاسماء اللي بتقدر تقوم بالدورين مرموش وصلاح ومصطفى محمد التشكيل الغريب اللي لعب بيه ووجود زيزه في الناحية اليمين وكجناح يمين ودخول صلاح في وسط الملعب او دوره كبليميكر لعب عشرة حاجة غريبة جدا انت بتلعبش بده يعني انت ما عملتهاش عبدا ولا مباراة ولما جيت حتى لعبت ماتش ودي قبل البطولة ما جربتش ده ما طبقتش ده في الملعب فليه بتبتدي مشوار بطولة رسمي استهانت بالخصم زياد عن نظر خلي بالك ده ضغط بشكل كبير جدا كمان على تريزيجي التريزيجي بارح لو وديته او خيمته ما تقدرش تديله أربعة من عشرة بعيد جدا جدا لان صلاح كان بياخد اتنين تلاتة معاه في الناحل يمين وبيدي مساحات كبيرة جدا للناس اللي بتيجي من تحت وبيفضي مساحة كبيرة جدا جدا لتريزيجي وبالتالي انت غيرت في شكل وطريقة لعبة منتخب مصر وضغط لعبتنا في وسط الملعب التكتل الدفاعي واحترام موزنبيخ لمنتخب مصر اللي هم يقفلوا بشكل كبير جدا على الخط الهجومي عندنا يعني امبارح عمل تشكيل غريب جدا جدا وطريقة لعب أغرب خلت الأمور صعبة جدا جدا على المتخب مصر بالإضافة طبعا لكل العوامل اللي قلناها ما تقدرش يتقول يا أحمد انه سبب او اتنين او تلاتة انت عندك عوامل كتيرة امبارح تقدر تتكلم فيها لسبب انك وصلت للنتيجة دي من بين كل عشرة في كل بيت مصري قاعدين بيتفرجوا على المطش السوا تسعة منهم اتفقوا تسعة منهم اتفقوا على انه في اسمين او تلاتة مش في مستواهم ولازم يخرجوا من بدري صحيح اتأخر قوي الراجل في التغييرات عايز عرف توقيت التغييرات من تقييمك لتوقيت التغيير بالنسبة روي فيتوريا واختياراته للأسماء اللي نزلت والأسماء اللي خرجت ميستر فيتوريا زي ما قلتلك لا خلاف يعني كلنا بنتفق واحنا هنا بنتكلم لصالح منتخب مصر يعني دعم كامل لمنتخب مصر احنا بس نتكلم من وجهة نظرنا الفنية بعيدا عن انك بتتكلم بنواحي سلبية او نقض سلبي لا بالعكس دي وجهات نظر فنية وفي الاخر الراجل هو اللي شايفه بالنسبة له هو الأصح لكن وجهة نظرنا طبعا انه انبارح مستر فيتوريا كان بعيد جدا حتى عن إدارة المباراة يعني انا بكلمك عن تشكيل فيه ثلاث او اربع أسماء ما كانوا موجودين من وجهة نظر فندم مصر كلها كانت شايفة انهم مش موجودين مش انت الواحد إدارة المباراة يعني انا بدي امبارح مستر فيتوريا لإدارة المباراة تقريبا ثلاثة او اربعة من عشر الراجل المدير الفني لمتخب موزنبيق ادار المباراة بنسبة عشر من عشر يعني اللول الخطأ في حساب ضربة الجزاء كان قدر امبارح يعمل نتيجة تاريخية في تاريخ موزنبيق وقدر يفوز على منتخب مصر الأول مرة في تاريخه ولي مقدرش يحرز يحرز هدف في مربع انتخب مصر على مدار سنين طويلة جدا على مدار خمس مباراة وبالتالي امبارح الحقيقة كان في حالة توهين وعدم تركيز لمستر فيتوريا وزي ما قلت يمكن الأجواء الحرة شوية جديدة عليه اعتقد يا مستر فيتوريا ما عاش الأجواء دي ليه ما كان شغال في الخليج يعني خليج مش حرة من الآن يعني أحيانا يعني طبعا يمكن شوية لكن الأجواء الأفريقية مختلفة برضو يعني أنا شايف أجواء الأفريقية مختلفة ولكن مصر فيتوريا حقيقة واحد من المداربين اللي أشدنا بيهم وما زلنا بنشيد بيهم في تطوير أداء منتخب مصر لكن امبارح الحقيقة كان في حالة توهين شديدة جدا جدا التغييرات التشكيل زي ما قلت لك التغييرات طبعا ما عنديش منع انك تراهن يعني كان جوزي منوال جوزي الله يا مسي بالخير كان أستاذ في الحتة دي ما عنديش منع انك كمدير فني تقرأ المتش غلط أو تبتدي بداية غلط لكن عندي مشكلة ايه دورة بقى المباراة اه امتى تاخد قرار مش مهم جدا تعترف يعني فكرة انك انت تعترف انه يا جماعة أنا أخطأت وهصلح بدري بدري دي حاجة تحسب ليك ما تحسبش عليك لكن يبدو كمان انه كان على قناعة كأنه هو الوحيد اللي ما كانش شايف انه في اسماء كتير كانت محتاجة تخرج بدري بدري صحيح يعني امبارح ترزجي كان بعيد جدا جدا زيزو كان بعيد جدا منني حمدي كان بعيد جدا جدا حمدي كان بعيد جدا جدا صلاح في فترات طويلة يعني مروان بس يعني مروان لو نزل في نص الملعب بدري شوية كان فرق كتير جدا مع المنتخب صلاح امبارح كان في فترات طويلة جدا بعيد برى الجي وفيه فرصة او تنيد لصلاح امبارح بخبرات صلاح وإمكاناته الحقيقة كان يخلص المباراة خليني اروح معك يعني لمباراة النوك متفق معي أن اللي جاي خلاص نوكاوت يعني اللي جاي خلاص مفيش حسابات نقاط اللي جاي مطلوب منك لو أنت عايز سكسا بالبطولة كل مطشط اللي جاي بتاعتك ماكس طبعاً لو عايزك سكسا بالبطولة يعني أنت لو عايز تسعد من المجموعة دي خلاص مباراتك نوكاوت خلاص مفيش حل يعني لازم تفوز في المباراتين البقية طب الأول أسمع منك قبل من روح لمصر وغنى تقييمك لشكل منتخب غنى أو مستوى منتخب غنى برحف لقاءه مع كاب فردي أنا حسيت أن منتخب غنى عنده خبرات كاب فردي تقدمت غنى تعادلت كاب فردي خلاصت المطشف التسعين نتيجة أخطاء دفاعية وعدم تمركو السليم نفس اللي حصل دائماً وإسرار وروح الجون الجيفة ديها التسعين ده في طلب جون زيدان وتريكا نفس الروح والإسرار والعزيمة كرة شبه ميتة لاعيب في قص ثلاث مدافعين وحرص مرمى بيخلص الكرة ويصلحها لزميله وحتى لو زميله ما كانش موجوده أعتقد أنك تحسب درب الجزاء يعني كده كده الراجل حاول بشكل كبير وإدرون أنه الطموح طبعاً والإسرار الكبير جداً عند كاب فردي إدرون أنه يحسب المباراة مبارح لكن منتخب غنى منتخب عنده إمكانات كبيرة وعنده لعيبة كبيرة وموقفه بقى صعب وموقفه صعب جداً غنى موقفها أصعب يعني أنا زقيلت أنه غنى تغلبت مبارح يعني بجد يعني فكرة أنك أنت تلعب غنى أنتو الاثنين بتلعبوا على كارت واحد ده هيصعب كتير جداً من المطش على عكس من لو كان غنى فازت مبارح لو كانت غنى فازت مبارح كان إلى حد المادة وافع عندها مش هتبقى زي ما هي موجودة دلوقتي ده وافع غنى قدام المصر يعني فكرة أنه غنى تلعب مطشين في البطولة فتخسر المطشين ده بالنسبة لهم كارثة جريمة ما حدش منهم يرجع غنى أساسي خاصة أن عندهم أسماء مهمة يعني أسماء كبيرة وبيلعبوا في أندية كبيرة جداً أيو وإنياكي وقدوس ومحمد قدوس طبعاً وتومس بارتي وتجيكو يعني أسماء كبيرة وأسماء مهمة جداً في منتخب غنى وخبرات كبيرة لكن منتخب غنى بعيد شوية الفترات اللي فاتت والسيلي فاتت بعيد عن التصنيف وعن أنه يكون موجود في حتى دور التمانية لأمم أفريقيا لكن ده لا يعني أبداً أن المتخب غنى منتخب قوي ومنتخب خطير جداً والدوافع اللي تكلمنا عنها أحمد وللسه بنكلم عنها أنه ما عندوش حل تاني خلاص هو مباراته بالنسبة ل حتى تتعادل لا يكفي طبعاً تتعادل لا يكفي وعنده فرصة كبيرة جداً أنه يكون في أول أو تاني المجموعة دي يعني الفرص كلها لسه موجودة في هذه المجموعة بعد أول مباراة رغم إشتقلبة المجموعة دي لكن كل فرقة عندها لسه الأمل أنها تتواجد بقوة وكأول أو تاني المجموعة أنت في نفس اليوم هيبقى في كاب فردي وموزنبيق زي ما قلنا كاب فردي لو كذبت ضمنت التأهل مباشرة وإلى حد كبير ضمنت صدرة المجموعة بالزبط كده فبالتالي السيناريو الألطف شوية أنه موزنبيق تكسب كاب فردي يعني عندنا أمل زي محل أداء كاب فردي بيقول أنه عندهم تخوف كبير من موزنبيق لكن داخلهم يحترموها أكتر ومعندهمش نتائج كبيرة بس النتيجة كمان دي رفعت من سقف طموحاتهم ومعنواياتهم جد للفرقتين بصراحة يعني موزنبيق لما تتعدل مع مصر أو تبقى كسبانة مصر ومصر تتعدل بدرب الجزاء في النهاية أعتقد أن هم مبسوط يمش متدائقين يعني الدوافع عندهم هتبقى كبيرة جدا جدا كاب فردي كمان ما عندوش حل غير أعتقد يعني أنه الأسهل بالنسباله أن يكسب موزنبيق لأنه هيواجه بعد كده منتخب مصر صحيح بالنسباله مباراة موزنبيق حياء أو موت ولعيبة عندها طموح ولعيبة الشباب وعندهم لسه الدوافع كبيرة جدا فالمجموعة تصعبت جدا يعني أنا شايف أننا صعبنا على نفسنا المجموعة بشكل كبير السيناريو الأفضل بالنسبة لفيتوريا اللي يبتدي يحضر به المنتخب مع مباراة غانا غانا محتاجة تكسب وإنت محتاج تكسب شايف أنه أكيد طبعا مش نفس الطريقة اللي لعبنا بيها مع الرهانة على التركيز والرهانة على الشخصية والرهانة على الروح كل ده شيء أساسي مش محتاجين نتكلم فيه لكن تعالوا نشوف كده بعد الجولة الأولى ترتيب المجموعة بعمل زي يعني على مستوى الأرقام كاب فردي في الصدارة ولكن حد يتوقع كاب فردي في الصدارة ثلاث نقاط طبعا هدفين ليها وهدف عليها مصر وموزنبيق مركز تاني كل فريق منهم ليه نقطة نتيجة التعدل وغانا تتزيل ترتيب المجموعة بصفر من النقاط المواجهة اللي جاية غانا رابع الترتيب في مواجهة مصر وموزنبيق في مواجهة الرأس الأخطر خلي بالك هتفكر هتفكر ازاي في غانا هتلعب جيم مفتوح جيم هجومي ولا هتبقى أكتر متحفز لأنه حسابات صعبة خلي بالك من نقطة مهمة أن غانا عندهم مشكلة كبيرة جدا جدا على المستوى الجماهير هناك لأن في آخر بطولتين 2019 خرجوا من دور الثمانية اعتقد أمام تونس وفي 21 من دور المجموعات ودي بالنسبة لمنتخب غانا المنتخب اللي فاس بأزيل بطولة أربع مرات حاجة كارسية بالنسبة لهم خاصة عندهم أسماء كبيرة وأسماء مهمة وبالتالي مباراة تكون فيها ندية كبيرة جدا وفيها طموح للفرقتين بشكل كبير تلعب إزاي ما عندكش حل غير أنك تلعب بطريقة متوازنة لكن هجومية أكتر أنت ما عندكش حل غير الفوز التعادل في هذه المباراة صحيح يدي لك أمل عندك نقطة ممكن تتعادل وممكن تفوز آخر مباراة لكن مين يقدر يقول أنك تتعادل مع موزنبيق وتكون بهذا الأداء أنت قلت لي كلمة في الفاصل واجعتني بصراحة ولغبطت لي هي مصر ممكن تكون بتلعب على أنها تتأهل كأحسن توالد يعني المنتخب اللي إحنا بنراهن على أنه راح ينافس على رقب البطول أو ممكن يبقى حزوزه أنه يتأهل أو يتمنى تأهل كواحد من أحسن أربع توالد تشتفوز على منتخب غانا أنت هتضطر تلعب على هذا الأساس أنك تدخل كأحسن توالد لو تعادلت مع غانا ومدرتش تفوز على كاب فردي وانتهت مثلا المباراة خلينا نقول بالتعادل ووارد أنك تتعادل هذا معنى أنه حتى كأحسن توالد أو حسبتك بقت بعيدة وارد أو لا يعني السيناريو الأسوأ أنك تتعادل مع غانا وتتعادل مع كاب فردي أو الأسوأ أنك تخسر أنا ليه أكمل في البطولة يعني لا أعليش اسمحه للأسف أداء منتخب مصر ليس النتيجة يعني النتيجة وارد أنك تبقى كويس قوي ويدخل مربك هدف أو تتعادل وارد ده يحصل لكن اللي إليك قوي هو الأداء وأنك ما قدرتش ترجع مرة تانية أثناء المباراة هو ده اللي يقلقني على منتخب مصر لكن كإمكانيات لعبتنا وقدرات لعبتنا والحياة كلنا ثقة فيهم لأن عندنا فعلا مجموعة من فترات طويلة يا أحمد زي ما أنت قلت وطوب فورم عندنا فترات طويلة جدا ما عندناشي في الفرقة دي مرموش مصطفى محمد فريزي جي محمد صلاح لو تكلم على مستوى المحترفين من أحسن أفضل المحترفين من أفرق نحن نتابع كل أخبار المحترفين المصريين ومشاركاتهم عندهم كل يوم أربعة هنا في السادسة أفضل موسم للمحترفين المصريين في أوروبا هو الموسم ده صحيح لما تيجي تتكلم على المحلي تتكلم على لعبة النادي الأهلي جاية من بطولة كاس عالم ومن وراها على طول بطولة كاس نخبة مقدمين فيهم مستوى بدني وفني ومهاري توب فورم صحيح فبالتالي أنت رايح بلعبة مش بس إمكاناتها كويسة دي وصلة لأعلى مستويات معدلات فنية ومهارية وبدنية قبل البطولة فإنه المنتخب يطلع كده وعندك مجموعة كبيرة كمان يعني أنت مش بتكلم بس على المجموعة دي أو زيزو وعمر كمال عبدالواحد حتى دكة البدلاء بره أنت تحتور تلاعب مين وتقعد بي يعني خلي بالك هي وجهات نظر يعني أنا أقول النهار ده مثلا زيزو ممكن لا إمام عشور فيه ناس مقتنعين لا إمام عشور أفضل فأنا عندي واحد أو اثنين أو ثلاثة في نفس المركز في كل مكان في نفس المراكز دي لا تقدر أو تكون عندك حيرة أنك تلاعب مين ودي أو تلاعب مين فدي مشكلة لمديري الفني لكن هي مميزات كبيرة جدا جدا أن يكون عندي أكتر من لعب نفس المستوى الفوارئ بسيطة جدا جدا يعني النهار ده مثلا مصطفى فتحي مثلا لو شارك في البطولة هل تقدر تقول أنه ممكن يكون مستوى سيء لا مصطفى فتحي كان مميز جدا جدا ومصطفى عنده فرصة أن يشارك في البطولة احتمل ضعيف جدا لكن وارد لا لعب كويس طبعا وإضافة للمنتخب جدا اضافة زيزو إمام ما تقدرش تقول يعني الانين أفضل لعبه في مصر مزبوط كلهم قوالة يهي محمد حمدي وفتوح عمر كمال ومحمد هاني يعني الأمور عندك اثنين وثلاثة في كل مركز انت كنت بالدور النهار ده ما كانش عندنا مهاجم مصطفى محمد عندنا كهرباء وكهرباء موجودة برح أما رغم أن مصطفى محمد كان أفضل لعب في المباراة على مستوى الأداء ومستوى المرضود طبعا لكن كهرباء واحد من الأسماء المهمة جدا جدا مع النادل آليو في أفريقيا في كاس العالم عندها في فترات اللي فاتت وبالتالي عندك مجموعة كبيرة جدا من لعبين لأ أنا شايف أن منتخب مصر يعني كلنا سيقى فيه وعنده فرصة كبيرة جدا جدا نحقق نتائج مهمة خلي بالك فيه مجموعة من لعبين مش هيقدارو يعني ممكن بعد كده ما يبقاش عندهم فرصة تشترك مع المنتخب مصر في كاس العالم أو كاس أم أفريقيا في العقيبة بدأت تلعب كرة هتبطل تلعب كرة ومحققتش لحق بطولة أفريقيا محمد صلاح بهذا الاسم والتاريخ محققش بطولة أفريقيا وبالتالي فرصة ذهبية بالنسبة لهم خاصة إن المنتخبات رغم قوة البطولة لكن أنا شايف يعني شفت شفنا ست أو سبع مبارات النهاردة صحيح منتخب السنغال قوي وإدريحاء نتجة كبيرة بس مقياس مش مقياس منتخب كودفور أمام غينيا بيسوء أعتقد هو ده المنتخب ده هو ده المنتخب ده اللي مطلع الكاميرون ومطلع المغرب ومطلع كودفور يعني هو نفس هما الولاد دول صحيح بس محتاجين تركيز محتاجين تركيز الدوافع وأنا واثق أن منتخب مصر أمام غينيا هيكون شكل مختلف وأداء مختلف بإذن الله في منتخب لفت نظرك أو حسنت أنه بمناسبة كلامنا يعني على المنتخبات الكبيرة حسس أنه يعني ظهرت نيجيريا ظهرت سنغال ظهرت كودفور من المنتخبات الكبيرة يعني كودفور أعتقد الأفضل السنغال ما تفرقتش حياة اللي كنت في توريلي هنا لكن النتيجة واضحة لأنه كان عندي ثقة أن منتخب جنبيا منتخب قوة أو منتخب كويس وكنت مرشح أن يكون يعني من ضمن الفرق اللي هتكون حسان اسود في البطولة لأنهم فعلا عمليون تاج جيدة مع منتخب موريتانيا وبروكينا فاسو فقد شايف أن ثلاث منتخبات دي ممكن يكونوا مفاجئة البطولة لكن احنا شفنا منتخبات مفاجئة بطولة من أول مباراة زي موزنبيق وزي كابفيردي هل هيقدروا يكملوا بالشكل ده ولا لأ مش عارفين لسه لكن كودفور في أول مباراة منتخب قوي منتخب كبير عنده أسماء مهمة جدا قدروا الحياة أنه يحققوا نتيجة كبيرة نتيجة وأداء ومجموعة من اللاعبين المركزين بشكل كبير التفاف جماهيري كبير جدا جدا وعندهم طموح وده المتخب من ضمن المتخبات اللي تقلق في البطولة وصول مبارح موزنبيق لأنها تسجل فيك هدفين لأول مرة في تاريخ هي ما سجلتش أي هدف قبل كده في تاريخ ولا مرة واحدة حتى سجلت فيه هدف أول مرة تسجل في الشباك أو مرة تزور الشباك منتخب مصري في خمس لقاءات اللقاء السادس يقول أنه منتخب مصري يعاني دفعيا يعني يعني أنت ما قابلتش حد من الكبار خد بالك أنت تميزت دفعيا جدا حتى في ظل الانتقادات فترة كالوس كيروش فترة هكتور كوبر يعني كان منتخب تهم من ميزات التنظيم الدفاع صلابة الدفاعية فكرة أنه صحيح يحسب لفيتوريا أنه غير من شكل منتخب وأنه بقى أش يخاف من المنتخبات بتلعب منتخبات كبيرة جدا وربما كانت تلعب بجرأة وبتفتح الملعب وبتهاجم لكن مبارح كان فيها شاشة دفاعية كبيرة أخطب سازجة جدا 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 يعني أنا أتكلمش هنا بقى على غانا أنا أتكلم على فريق رايح حطت البطولة قدام يعني وليسه تقيل وراء لسه تقيل مجاش يعني لسه في مغرب وكالزاير وتونس وكاميرون وسنغال وكودفوار طبعا يعني الأخطاء اللي حصلت مبارح من خطة دفاع منتخب مصر على رغم على ليش انت كمان رهانك يعني في اختياراتك اللي اخترت عمر كمال عبدالواحد اللي هو مميز هجوميا أكثر من الدفاعين ولا هنت على هاني ولا اخترت فتوح اللي هو طاير طول الوقت اخترت لديهم مميزين دفاعيا بالضبط كده اللي عندهم قدرات دفاعية يعني لكن الأخطاء من قلب قلبية الدفاع عندنا في عدم التمركز الرقابة اللسيقة يعني مبارح الهدف الأول مثلا الراجل طالع وراكب الكرة وما فيش أي حد بيضايقه يعني الشناو مبارح لو كلنا شفنا اللقطة بالتأكيد السريخ وزعيق لكل خط الدفاع غير طبيعي لأن مفيش رقابة مفيش تمركز سليم مفيش حد الراجل جوه يعني على خط تقريبا الستة وما فيش أي مدايقة لي وبالتالي أخطاء دفاعية قاتلة خلي بالك كان فيه واحد وراك كمان يعني لو ده ما جابهاش كان اللي وراك اعتقد سيجيبها كمان التاكلين اللي عمله حجازي في حد بيمر وبين وبين يعني كرة بين الاتنين والراجل بيسبق بالشكل ده وانا بعمل تاكلين وانا آخر واحد خطأ سازج يعني ما يعملوش أعتقد يعني ناشئ لسه بيلعب كرة وبالتالي أخطاء غريبة يعني يدل قد إيه حالة التواهان اللي كانت موجودة عندما تخب مصر ده مش طبيعي يعني ده مش أداء لعبتنا يعني ده مش مش طريقة لعبهم ومش شكل منتخب مصر الدفاعي لأ احنا عندنا صلابة دفاعية وعندنا في كل المباراة اللي شفناها في اللي فات كنا بنشيد بخط دفاعاتنا بدليل اننا أحرزنا تقريبا 33 هدف ودخل مرمونا 6 أهداف في 13 مباراة اللي لعبهم ميستر فيتوريا هاي بتهيلي جزء كبير من ده هو التحضير لعيبة ذهنيا ونفسيا قبل المباراة أنا شايف أنها حالة لعبين أثناء المباراة أثناء المباراة أنا أنا أشك أشك بنسبة كبيرة جدا إن لعبتنا ما كانش عندها يحسس بالبطولة قبل أول مباراة ما كانش عندهم طموح إنهم أو استعداد نفسي إنه هياخد البطولة أو هيلعب على البطولة دي ما كانش عندهم روح قتالية قبل البطولة قبل ما تبتدي أول مباراة إنه لازم أنافس على البطولة أم أفريقيا يعني أشك في ده بنسبة كبيرة أحمد لكن أعتقد إن أثناء المباراة فأخذنا تركيزنا بدليل إنك في أول 3-4 دقاي أنت كنت كويس يعني رحت وأحرست هدف وضيعت فرصة أو اثنين أنت دخلت المباراة بتركيز كامل لكن أنت فقدت التركيز بعد تقريبا 10 دقايق وربع ساعة من بداية اللقاء وما قدرتش ترجع مرة تانية وده يدل قدية إن لازم يكون في دور ما عندي مشكلة تفقد تركيزك لكن عندي مشكلة إنك بتعافش ترجع آه هو ده لإليني أنا قلت لك دقا في أول أول كلامي إزاي منتخب مصر بالخبرات الكبيرة جدا جدا للعابتنا وكل التفاصيل اللي أنت قلتها عن إمكانيات لعابتنا وإنهم وصلوا لطوب فورم قبل البطولة سواء المحترفين أو حتى المحليين إنك إزاي ما تقدرش ترجع في المباراة سهلة يعني أنا شايف منتخب مزنبيخ مبارح في الشوت الأول أنا بقول إزاي منتخب مزنبيخ ده بيوصل لأم أفريقيا إزاي بيوصل في التصفيات لأم أفريقيا منتخب ضعيف واضح إنهم وصل على ما أتذكر وإحنا بنفتكر كده يعني بفتكر الحلقات اللي قلنا فيها مشوار الفرق لتقاعد لأم أفريق وصل في الثواني الأخيرة يعني في الخطوات يعني في آخر دقايق من عمر آخر مباراة كانت منافسة بينهم بين بينين على ما أتذكر وقدر يحط هدف في الدقيقة مش عارف كام فأهل على حساب بينين أنا فكر فعلا ده وبالتالي حتى أثناء المباراة يعني في الشوت الأول مش موجودين يعني تاخد مزنبيخ فعلا ما كانش موجودة على مستوى الاستخواز في لحظة كده في فترة حسيت إنه لعبة المنتخب كلها جاية جمل في الفرح يعني كله عايز يسجل بجد والله يجي حيئة كله حس إن المطش بقى ايه اتفتح والدنيا في حفلة فحسيت إنه كل اللعبة بتتسابق على وده ودنا لحالة التواهان اللي كانت موجودة وعدم التكيز اللي كان موجود لكن لازم تشيد بلعبة المنتخب مزنبيخ ومديرهم الفني لازم تشيد باستعداداتهم للمباراة دي تحديدا لإنك لآخر دقيقة حتى بعد السبعة تمن دقائق اللي عبناهم تقريبا حتى على مستوى الوقت البدل ضايع منتخب مزنبيخ هو الأقوى بدنيا يعني هو القادر يوصل لمرمانة بدنيا وبالتالي كان فيه فيه حالة لعدم دركيز كبيرة جدا هو كده بيحصل في البطولات المجمعة حاجة بيسموها لعنة البدايات يعني 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 يفتكر كاس العالم الأخير الأرجنتين خسرت من السعودية وتوجت في النهاية باللقب فأم أفريقيا فأتر من المناسبة فرنسا بس خسرت مش في البداية خسرت من تونس بعد ما كانت ضمن التتأهل عن المجموعة منتخب مصر خسر من السنغال في بطولة أم أفريقيا هنا في القاهرة في بورات الافتتاحية وكسب اللقب السنة اللي فاتت خسرنا من نيجيريا وصلنا للنهاية فأه يعني نعتبر اللي حصل ده في إطار لعنة البداية الأهم الأهم أنه ثقة الغالبية العظمى من من جمهور الكرة في مصر في المنتخب ما زالت قائمة واللي حصل مبارح في تقديري بالنسبة لنا مجرد كبوة لكن محتاج إنك أنت تصحح وتلم أوراقك بأسرع ما يكون لأنه اللي جاي بداية من يوم الخميس هيكون صعب صعب جدا على المنتخب المصري كنا نتمنى إنه على الأقل مرحلة المجموعات ودور الستاشر تبقى بمثابة النزهة اللي ما يتمش فيها استنزاف قواك ولا قدراتك تبزيش فيها مجود كبير وتحوش ده لللي جاي اللي هيكون بالتأكيد أصعب لكن في النهاية حطنا نفسنا في خانة اليك كزي ما ابتديت ومطشطنا كلها بداية من يوم الخميس اللي جاي بقت مباريات إقصائية نتمنى التوفيق ونتمنى نصحح الصورة اللي ظهر بيها منتخب مصر مباريح قدام موزنبيق قدام منافس هيكون في منتهى الشراسة ومنتهى القوة يوم الخميس إن شاء الله بإذن الله يكون لنا والمنتخبنا التوفيق والحظ في تحقيق أول ثلاث نقاط في البطول يا رب إن شاء الله أتمنى ده لأنه مفيش حل تاني معندكش حلول خلص أنت لازم صحيح يعني أنك قاوت لازم تفوس في مباراة غيناء ومنتخب مصر أنا ونصق مليون في المئة أن منتخب مصر عنده القدر على نتيجة إمكانات لعبتنا ومديرنا الفني كمان رهام مزال قائم والأهم من الأمور بزالت بأيدينا مش بأيد الآخرين كل التوفيق ومن بكرة نحن تابع مركز أكثر طبعا طبعا لسا لما بأيديك طبعا طبعا وإن شاء الله بإذنان نكون قادرين على الحسن شكرا جزيلا أشرف شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا شكرا جزيلا ببسعيد دايما بجدي معاك كل التوفيق لمنتخب مصر ولا ننسى دائما وأبدا دعم لمنتخب مصر كل دي وجهات نظر لكن في النهاية منتخب مصر هو الرقم الأصح والأول دايما في حسابتنا شكرا على المتابعة بكرة سادسة بكرة وبعده حلقتين مخصصتين بس لمنتخب غانا نبقي عليه الضوء ونحاول نحلل مستويات أداءه في البطولة ونقرب حضراتكم شوية من مناطق القوة والضعف في فتابعونا إن شاء الله على مدار حلقة الثلاثة وحلقة الأربع مخصصة مصر وغانا أمم أفريقيا كود ديفور